الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علمي أرحم الراحمين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وهذا هو الدرس الثاني في أمثال القرآن الكريم تبين لنا في اللقاء السابق أن الله سبحانه وتعالى ضرب في القرآن الكريم الأمثال للناس لعلهم يتفكرون وأخبر سبحانه وتعالى بأنه لا يعقل هذه الأمثال إلا العالمون ولا شك أن في هذا دعوة لتدبر الأمثال والتفكر فيها لمعرفة مدلولاتها والمراد منها فعرفنا الأمثال من خلال ما ذكره أهل العلم في اللغة وفي الصلاح علماء الأدب وتكلمنا عن المراد بالأمثال في القرآن أو بأمثال القرآن كما ذكر المؤلف بأن أمثال القرآن ليست هي بالمعنى المعروف عند الأدباء ولا بالمعنى المعروف عند اللغويين وهو المعنى اللغوي وإنما المراد به أمثال القرآن المراد بها تصوير المعنى المعقول في صورة حسية رائعة لها وقع في النفس وتأثير على العقل هذه الأمثال التي ذكرت في القرآن الكريم يمكن أن تدخل أو يسميها بعضهم بالتشبيهات حيث يشبه شيء بشيء وقد يكون المثل في القرآن أوسع من ذلك فإن المراد بالمثل في القرآن يعني تقرير حقيقة مهمة وتصوير قضية كبرى تصويرا بليغا له أثر في النفس وتأثير على العقل والقلب بحيث يتأثر السامع والمتلقي لهذا القرآن ولذلك يأتي هنا التنبيه على أهمية الاستماع إلى أمثال القرآن والتأمل فيها قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له طبعا هذا العمر لتقرير قضية التوحيد وأن الذين يتخذون أولياء من دون الله ويجعلهم المشركون شركاء لله لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا ولا أن يملكوا لأنفسهم نفعا ولا ضراء إلى غير ذلك من الأمور التي سيأتي التنبيه عليها لكن هنا مسألة أيها الأخوة وهي الأمثال في القرآن التي جاءت في القرآن هل هي حقيقة أو خيال؟ هل هي حقيقة أو خيال؟ فيأتي السؤال هنا هل أمثال القرآن حقيقية مثل القصة؟ أو أنها مجرد صور في الذهن خيالية في الذهن يراد أن تتصور هذه القضية في الذهن حتى يتبين المراد من الأمر الذي سيق المثل لأجله فنقول ابتداءا إن هناك فرقا بين القصة والمثل فهناك فرق بين الأمثال في القرآن والقصص فبين الأمثال والقصص فارق كبير وإن كان يجمعهما قدر مشترك من تنبيه الذهن إلى أخذ العبرة وقياس الحال على الحال الفارق هو أن الأمثال لا يشترط في صحتها أن تكون واقعة تاريخية ثابتة وإنما يشترط فقد إمكان وقوعها حتى يتسنى للذهن تصورها كما لو أنها وقعت فعلا إذن القصص القرآن حقيقية وقعت فعلا كما تبين بأن القصص حقيقة لا خيال أما الأمثال فلا يشترط في ضربها وفي صحتها أن تكون واقعة تاريخية ثابتة وإنما يشترط فقد إمكان وقوعها حتى يتسنى للذهن تصورها كما لو أنها وقعت فعلا هذا هو الفرق بين القصة والمثل وليس معنى هذا أننا نشترط في الأمثال عدم صحتها في نطاق الواقع التاريخي أي عدم وقوعها بل قد يوجد مثل يضرب بقصة وقعت يمكن أن يقال إجابة عن السؤال بصيغة أخرى أن الأمثال في القرآن نوعا فضربوا المثل في القرآن على نوعين النوع الأول طبعا هذا إجابة كتبتها في ملتقى أهل التفسير يمكنكم الرجوع إليها وهو من باب التنبيه موقع مهم يحتاج إليه المتخصصون في الدراسات القرآنية لأنه يجمع نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في الدراسات القرآنية إضافة إلى أنه موقع فيه الكثير من الموضوعات والمسائل التي تهم الباحثين ويحتاجون إليها فورد سؤال هل الأمثال في القرآن حقيقة أو لا فكتبت هذه الإجابة نقلا عن كتاب سأذكره الآن فضربوا الأمثال في القرآن على نوعين النوع الأول أمثال ضربت لحوادث وقعت أمثال ضربت لحوادث وقعت يعني أن المثل ضرب لقصة وقعت وحادثة وقعت ومن ذلك قول الله تعالى وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون كما في سورة ياسي فهذا الله سبحانه وتعالى ضرب هذا المثل لقصة وقعت ومثله قوله تعالى وضرب الله قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب إلى آخر القصة التي في سورة الكهف فهذه لحوادث وقعت النوع الثاني أمثال ضربت لصور ممكنة الوقوع متخيلة في الأذهان هي ممكنة الوقوع لكنها متخيلة في الأذهان وإن لم يقع لها نظير في العالم المرئي ومن طبعا هذا أكثر الأمثلة في القرآن ومن أمثلة ذلك مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت محوله في المنافقين يا أيها الناس وضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دول الله ليخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث هذا تصوير مثلهم فمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحملوا أسفارا فالمراد يعني صورة ممكنة متخيلة في الأذهان ممكنة الوقوع وإن لم تقع لا يشترط لها وقوع في العالم المرئي يعني في الوجود وإنما يكتفى بأن تكون متخيلة في الأذهان ويمكن وقوعها هذا ما يمكن أن يقال في هذه المسألة وبهذا الكلام يتبين الفرق بين المثل والقصة طبعا هذا الكلام أخوذ من كتاب الأمثال في القرآن الكريم للدكتور الشريف العبدالي حيث ذكر هذه المسألة وفصلها في صفحة خمسين وواحد وخمسين أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين